السلام عليكم وشوكم وشو صحتكم وانشاء الله بخير جيتكم بالحلقة التسعة وعشرين ما قبل الاخير من برنامج من برنامج اقراء القرآن الحلقة التسعة وعشرين ما قبل الاخيرة صيامكم مبارك وانشاء الله يكون رمضان كريم حلو عليكم هذا الشهر اللي صمناه وجاء خفيف واليوم مثل ما تعرفون ليلة العيد فكل عام وشعب العراقي بألف خير وامة محمد اجمعين انشاء الله تكونوا حبيتوا البرنامج برنامج القرآن وقلت لكم وشرحت لكم كل شيء عن الصيام وعلى رمضان وعلى الصلوات وعلى القرآن وعلى الختام وانشاء الله تعافي الناس اللي صامت والحمد الله شرحت لكم كل قواعد رمضان اللي نصومها ونصليها من بداية رمضان من بداية حلقة الأولى من برنامج اقراء القرآن لحلقات الأخيرة التسعة وعشرين انشاء الله تكونوا حبيتوا كل الحلقات برنامج اقراء القرآن وصيامكم مقبول وافطارا شهيا هاي حلقتنا حلقتنا التسعة وعشرين اليوم نحتي اليوم نحتي الشنو اليوم نحنا نحب الله كثيرا نعبد الله نحنا المسلمين الحمد لله صمنا كله رمضان فرض كان علينا وصمنا كله الحمد لله ولا جوع ولا عطش الحمد لله وختمنا القرآن الحمد لله وانشاء الله انشاء الله هذا رمضان كان خفيف علينا الحمد لله وهذا الحمد الله كان رمضان كريم خفيف علينا وجمعنا مع الأهل مع الأحبة ومع كل العالم وإن شاء الله كل العالم بألف خير وكل عام وعيدكم سعيد وإن شاء الله تفرحون كل شي يجيكم من الله زيان ومن الله شي جديد وشي حلو إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة 19 ما قبل الأخير نراها بعد أكو حلقة واحدة إن شاء الله غدا الحلقة الأخيرة لـ 30 هذه هي كانت حلقتنا قبل الأخيرة من برنامج إقرار قرآن 29 شوفكم بالحلقة الأخيرة لـ 30 إن شاء الله ربنا تعالى إذا نخرنا طيبين غدا الحلقة الأخيرة حلقة 30 من برنامج قرآن القرآن شكرا لكم وتحياتنا لكم وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم وعلى شعب العراقي وعلى شعب العربي بكامله تحياتنا لكم وعيد سعيد